إذن متابعين الكرام في هذا الخبر العاجل والتبديل الجديد في حضيرات الجزائر الاتحاد الدولي للملاكمة يرفض طلب الاتحاد الجزائري للملاكمة الخراط بالعضوية في هذه الهيئة الدولية الرفض جاء لسببين متابعين الكرام السبب الأول هو فضيحة أيمن خليف ذلك الملاكمة الجزائري الذي تسلل إلى بطولة العالم للملاكمة النسوية والدعى على أنه أنثى قبل أن يتدخل الاتحاد الدولي للملاكمة بالفحصات الطبية ويتم منعه من المشاركة أما الفضيحة الثانية متابعين الكرام فهي متعلقة برئيس الاتحاد الجزائري للملاكمة الذي تم إقالته في حضيرات الجزائر دون مشاورة ولا إشراف من الاتحاد الدولي للملاكمة لأن العضوية ديال الاتحاد الدولي للملاكمة باشتخذها شيء اتحادية من دولة معينة يجب أن تستوفي أو تتبع الشروط للاتحاد الدولي للملاكمة وبالتالي الفقاء قالنا شنو داروا قاموا بإقامة رئيس الاتحاد الجزائري للملاكمة دون إشراف ولا التشاور مع الاتحاد الدولي للملاكمة والقضية الخطيرة هنا متابعين الكرام وهو أن الاتحاد الجزائري للملاكمة مهدد بالإقصاء من أولمبياد باريس باريس الفين وعشرين والاتحاد الدولي للملاكمة أعطاهم المهنة ديال 30 يوم ياما يديروا انتخابات للاتحاد الجزائري للملاكمة بحضور المراقبين للاتحاد الدولي للملاكمة ياما سوف يتم إقصاء الاتحاد الجزائري للملاكمة من الدورة التأهيلية لأولمبياد باريس الفين وعشرين والتي سوف تقام في السينيقال إذن متابعين الكرام فضائح تلوى الفضائح تلوى الفضائح في حضيرات الجزائر ها هي الاتحاد الدولي للملاكمة يعني جميع الرياضات كرة القادمة رأكم شفتوا الفضائح تكلمت عليها بشكل مكتف خلال الأيام القليلة الماضية الآن الاتحاد الدولي للملاكمة مقالس كيف ضحفهم في عقري دياري ومعدنا الفضيحة ديال أيمن خليف الذي تسدل لبطولة نساء والآن الفضيحة اللي وقع داخل الرئاسة ديالاتحاد الجزائري لكرة القادمة أكثر من ذلك متابعين الكرام مهددون بالإقصاء من أولمبياد باريس 2024 أو الدورة تأهيلية دي الأولمبياد باريس 2024 هذه هي حضيرات الجزائر متابعين الكرام أراكم في فيديو قادم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة